حد الافريقي خلص الاجتماعات وخلص القصة كلها اتحاد الدولي بقى قال انه زي ما قلتلكم مجلسه التنفيذي وافق على البنود الخاصة بالاعنات للاتحادات ودي جاية اللي انا كنت تسأله استاذ عمر الجنيني جاية مع نهاية الموسم والكورونا واللي عملته وبالتالي اتحاد الدولي يا جمع مش اشخاص اتحاد الدولي قال لك الواحد ونصف مليون دولار خلال مليار دولار هتتوزع بحيث ان كل التعادة ياخد واحد ونصف مليون دولار تقريبا يعني هتبقى على ثلاث مراحل الاتحادات اللي هم المتين وحداشر دول اعضاء في الفيفا بياخدوا حصتهم الاولانية 152 مليون دولار ده تطوير ده من سنة 2019 و2020 وزي ما قلتلكم فيه منح تطوير تانية بقى بتروح لمواجهة فيروس كورونا واللي حصل يعني كل اتحاد حقيقة بتكام واحد ونصف مليون دولار نصف مليون دولار للكرة النسائية ده بحلول يناير 2021 وزي ما قلتلكم كل اتحاد من حقه يتقدم بطلب قرد بدون فواية خمسة مليون دولار استاذ عمر الجناني قال احنا مش محتاجينها ومش هناخدها ده